اشتركوا في القناة وهناك أيضا كثير من الطموحات والكثير من التوجيهات الملكية السامية بخصوص تطوير العمل التشريعي في مملكة البحرين هل توضح لنا ما مدى التكامل كيف يمكن أن يكون التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة لتنفيذ مثل هذه المنجزات على أرض الواقع بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أمس احنا اتشرفنا السلام على جلالة الملك الله حفظه على سمو ولي العين وكانت فرصة أيضا نحن نستمع كالمعتاد مع بداية كل دور تشريعي إلى الكلمة السامية لجلالة الملك وحقيقة يعني كلمة جلالة الملك كلمة شاملة احنا نعتبر نبراس خارطة طريق بالنسبة لنا ونعمل على تنفيذ كل التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بموضوع التعاون طبعا التعاون بين السلطات في دولة مثل مملكة البحرين شيء ضروري ولا يمكن تصور أن الأمور تمشي بدون التعاون صحيح أن عندنا في الدستور هناك مادة مادة رقم 32 في بند السلطات تتعلق بفصل السلطات مع التعاون يعني المشرع صحيح ذكر فصل السلطات أن كل سلطة تختص بمجالاته وتعمل وفق الأطور الدستورية والقانونية لكن لابد من التعاون لأن بدون التعاون لا يمكن تصور دولة تمشي كل واحد بروحه لا بد أن نكون فيه يعني تناسق وجلالة ملك حفظه الله ورعاه أشاد في كلمته على ضرورة التنسيق قال والتعاون بين السلطات لمصلحة الوطن والمواطن فبالتالي إحنا إذا نبن نشوف في الواقع العملي من خلال مثلا دور التشريع الأول حقيقة يعني أنا ما بيعني أمدح في الحكومة لكن كان فيه هناك تعاون جليل وإحنا كسلطة تشريعية ورقابية كنا لما نطلب أي معلومات أو نطلب حضور الوزير كانوا يون وطرحوا وجهة نظرهم يقدمون لنا كل المعلومات كذلك فيما يتعلق بدورنا الرقابة يعني إحنا أنا عضو في لجنة البحرنة والبحرنة نطلب مثلا معلومات من الوزارات المعنية كل الوزارات تقريبا يمكن بعض الوزارات تأخرت شوي لكن تعاون كان موجود والتعاون كان جليل في تقديم كل المستندات في تقديم كل المعلومات المطلوبة والحمد لله إحنا ماشيين ضمن برنامج عمل الحكومة وأصلا يعني إقرار برنامج عمل الحكومة وإقرار الميزانية يدل على التعاون والتنسيق بين السلطتين وهذا أمر جيد وإن شاء الله إحنا نقدر نستمر في هذا التعاون ونرتقي بالوطن نعم سؤالي الأخير هو سعادة النائب اليوم هذه الأرضية موجودة وهذا التعاون والتنسيق بين السلطتين موجود بالفعل ما هي اليوم نتكلم عن الرؤية المستقبلية اليوم ما هي أهم القوانين التي سوف تطرح وسوف يناقشها المجلس الوطني اليوم تحت كبة البرنامج هناك كثير من التشريعات القادمة أنا بس أذكر منها القانون البحري قانون البحري أنا أعتقد هذا مهم بالنسبة لنا لأنه قانون البحري قديم القانون السابق 76 والآن في تطورات كثيرة في عالم النقل في عالم المواصلات وجلالة ملك الله حمد أيضا أشهد بهذا الموضوع نحن عندنا مطار في توسع المطار يتم افتتاح قريبا وهذه وأيضا جسر الملك حمد وهذه أعتقد أننا بحاجة لقوانين وتشريعات تسند هذه المشاريع وممكن ننطلق منها بهذه الطريقة نعم سعادة الأستاذ يوسف زين العضو مجلس النواب عضو لجنة أشهرنا التشريعية والقانونية بالمجلس شكرا جزيلا لك على توجودك معنا في مركز الأخبار شكرا